السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المنفضة او ازدعافة اللي تقدري من خلالها تنظفي مختلف الادوات والاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك تقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف وطبعا تقدر ان انت تتحكمي بالطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها بعد كده هنا هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلبية او السنبوسة او القطايف وتقدري تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدر ان انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير بعد كده هنشوف معنا منظم محكم الغلق وهو بيكون مصنوع من البلاستيك بيجي متوفر معاك كباية تقدر ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت عايزاها وطبعا تقدر ان انت تنظمي بيه السكر او الرز او مختلف البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي شفاف يعني تقدر ان انت تشوفي الكمية اللي موجودة عندك من اي حاجة انت منظمها بيه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها المكارونة او الرز او مختلف انواع البوكاليات وطريقة استخدامها سهلة جدا وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على رخامة المطبخ او في دلاب المطبخ وهنا هنشوف مع بعض عندنا الفرشة الدقيقة جدا اللي بتساعدك ان انت تنظفي كل القطع او كل الحاجات اللي بتبقى عندك حجمها صغير او بيبقى فيها زوايا صغيرة بيبقى صعبة عليك تنظفها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظفي كل ده من غير اي صعوبة في تنظيف اي حاجة موجودة عندك من لوازم المطبخ بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدك ان انت تعملي من خلالها كرات اللحمة بشكل متساوي وبطريقة سهلة وسريعة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدري ان انت تثبتيها عندك جوة التلاجة وتفصلي وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوة التلاجة عندك سواء زي زصوصات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معي دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم للبيد بيجي عبارة عن درجين وهو بياخد معاك تقريبا اتنين وثلاثين بيضة تقدري ان انت تثبتيه جوة التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنشوف عندنا منظم للبوكاليات بيجي متقسم لست اجزاء تقدري ان انت تنظمي فيه ست انواع من البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي معاك ادامة عيارية تقدري ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت نظمتيها في المنظم ده بعد كده هنشوف عندنا ممساحة او اسفنجة تقدري ان انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي اتبقى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا انك تنظفي بيها كل الاسطح او الاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدري ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا ممساحة مخصصة لتنظيف الشبابيك وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه من بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدري تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على سحب الهوى من مختلف اكاس التنظيم اللي بتبقى موجودة عندنا طبعا الطريقة دي بتساعدنا ان احنا نحافظ على مختلف الاكلات اللي بتبقى موجودة عندنا لاطول فترة ممكنة جوه التلاجة او بره التلاجة على حسب طبعا الحاجة اللي احنا عاوزين ننظمها في الاكاس دي واستخدام الجهاز ده بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر ان انت تلمي بيها العجينة وتعجنيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا حامل السرير اللوحي للموبايل تقدر ان انت تستخدميه للموبايل او تقدر تستخدميه للتابلت وطبعا تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو هنا بقى معانا الجهاز اللي بيساعدنا على طحن التلج بكل سهولة تقدر ان انت تعملي من خلاله اسرع ايس كريم انت بتحبيه وتقدر يتعملي منه مختلف انواع الايس كريم اللي بتفضليها في البيت بكل سهولة وهنا بقى هنشوف عندنا الفرشة التلاتة في واحد وهي بصراحة فرشة جميلة وعملية جدا تقدر ان انت تغسلي مختلف احجام الكوبايات من جوه ومن برا من خلال الفرشة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتساعدك انك تنظفي وتغسلي كل جانب في الكوباية او في المنظم او اي حاجة انت بتغسليها بيها بكل سهولة وهنا معانا مجموعة من كتع تثبيت الستاير تقدر ان انت تثبيت بها الستاير بالشكل ده وطريقة تثبيتها بتكون سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا الشبكة اللي تقدر ان انت تستخدميها عندك في الغسالة وهي قدرها انها بتساعدك انها تشلك كل الوبر او الشعر اللي بيبقى موجود في الهدوم بعد كده هنشوف عندنا اداة لصنع الزلابية او السنبوسة او مختلف انواع الفطائر طريقة استخدامها سهلة جدا وبتديكي احجام متساوية للعجينة اللي انت عاوزة تعمليها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للصفر يعني لو انت مسافرة بتقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاد او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر تقشاطي كل الميا والصابون من خلال الاشطة اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده هنا معانا منظم وموزع لمختلف انواع المشروبات اللي احنا بنفضلها وهو بياخد معاك حوالي خمسة لتر من العصير تقدر ان انت تنظميه عند جوه التلاجة او برا التلاجة وبيبقى فيه حنافية بحيث ان انت تستخدميه جوه التلاجة بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بيجي معاها كذا كطاعة باحجام مختلفة وهي بتساعدك على فصل البزر من مختلف انواع الفاكهة او الخضار اللي بيكون موجود فيه بزر زي التفاح او الطمر وهنا معانا المصفى اللي تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحوضة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الفاكهة او الخضار او تقدر ان انت تصفي عليها المواعين بعد ما تغسليها بعد كده هنشوف عندنا ومناصد جميل قوي للحمام تقدر ان انت تثبتيه عندك على حوض الحمام وتنظمي بيه فرش الاسنان ومعجون الاسنان ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة ثلاث طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسببكم في رعاية اللي